سعدتك أولا تطرقت لوزير المياه وتصريحاته وحكيت أنه لا يجوز زج العشائر في هذا التصريح لماذا حديثك اليوم؟ والله الحديث اليوم أنا حسب ما فهمت بعدين أنه هذا الحديث اللي عمله وزير المياه أنه من قبل ثلاث سنوات أو قبل سنتين لكن بغض النظر قبل سنوات أو قبل كذا لكن احنا الآن بنطلب مياه احنا عنا شح في المياه في الصيف القادم ونعرف أن هناك فيه حتكون هنا مشكلة في موضوع المياه والآن قاعدين نبحث المياه هنا نأخذ من مياه هنا اللي في الضفة الغربية وإسرائيل بتتبع نياه 8 مليون متر مقاعد نفاجأ أنه بيقول أنه هذه المياه التي سرقت أو التي نهبت أو التي غدرت حوالي 8 مليون في جنوب عمان لبعض شخصيات أردنية نحترم هالناس نحترم الكذا لكن هذه الشخصيات بغض النظر من تكن القانون تحت الكل مادة واحد واضح أن الأردنيين مساويين في القانون الأصل أنه ما يطرح على الإعلام يحولهم للقضاء ويجب أن يحولوا للقضاء لكن عندما يقول خلفية عشائرية يعني ما في داعي أنك أنت تحكي الأردنيين كلهم أولاد عشائر بغض النظر منهم وبالتالي يعني ما في داعي أنك تزجل هذه الكلمة المجرم مجرم الخان خان والصادق صادق الأصل أن يحوله للمحكة ويستقل وزير المياه سعادتك موضوع ثاني موضوع الكوبونات يقال أن الحكومة ورطت النواب في موضوع الكوبونات وهناك إشاعاتك يعني عديدة طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي النواب وزعوا الكوبونات لمعارفهم لأصحابهم لأصدقائهم رأيك الشخصي في هذا الموضوع والله يشوف رأيه سخصي بكل جراءة ممكن تفلت بطاقة يمين إش طبيعي شو هالأرقام اللي إحنا بلك لكن لا نعيبة في ذلك أنا عندي استعداد أن أخذ كمان بطاقات وعندي استعداد أن أوزح لا شك ما في حدا كلها 25 دينار و35 دينار ما أعتقد أنها كانت في الاتجاه الغلط النواب أعلى وأسمى وللعلم هم أعطونا بمعدل 5000 دينار أنا شخصيا عشان ضيع زكاتي وصيامي أنا صرفت 25 ألف دينار بعد الكوانات